وإلى الأراضي العراقية حيث شهدت العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى إضرابات في إطار الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثاني للمطالبة برحيل طبقة السياسية الحاكمة ومحاربة الفساد وتحسين الوضع المعيشي والخدمي في البلاد في إطار الاحتجاجات المتواصلة في العراق شهدت عدة مدن إضرابا في خطوة تصعيدية جديدة تشير إلى إصرار المحتجين على مواصلة الضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم جميع طلاب كليات جامعة بغداد يكونوا اليوم بهذه الوقفة للوطن أغلب الناس عندهم في مشاعر وطنية شبيرة يتوجهون لأعمال تطوعية ساحة التحرير حتى يقومون بنشاطات تطوعية وتنظيف وتبرعات هذا الشيء يساهم أن الشباب يكون عندهم في الدور بالتغيير الذي يصير وهذا تعبير عن روحهم الوطنية العالية هي رسائل مبدئية إذا لم تحقق المطالب فيجب أن نستمر باعتصام أكبر وأشمل الاحتجاجات التي بدأت مطلع تشرين الأول الماضي وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات دخلت شهرها الثاني وتخلى لها إضرابات طلابية وقطع طرق وتظاهرات في بغداد وعدة مدن وفيما تشهد السلطات حراكا من نوع آخر لاحتواء هذه التظاهرات عبر انعقاد مجلس النواب بشكل دائم وتعديلات دستورية من المزمع إقرارها تحدث عنها رئيس المجلس إضافة إلى اجتماع رئيس الوزراء مع وزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية يواصل العراقيون حراكهم الشعبي ويلوحون بالتصعيد في حال عدم تلبية مطالبهم